موسيقى السيدات والسادة نتابع الآن مؤتمرا صحفيا لوزير السياحة عقب اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العالمين الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بحب أعرض على حضراتك قرار اتخذ مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم الأربعاء وهو خاص بالتصوير الشخصي والتذكاري والهواء بالنسبة للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين زي ما حضراتكوا عارفين ما كانش في قواعد في مصر بتنظم التصوير في الشوارع فلما كان واحد بيمشي في الشارع بيصور فكان ممكن بعض الناس تتكلم معا انت بتصور ايه وبتصور ليه فظل ان ما فيش قواعد منظمة لذلك كان ممكن يحصل بعض اللغة سواء لدى مع مصريين او غير مصريين فدولة رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة وزارة السياحة والاثار وضمت في عضويتها كافة الجهات المعنية بالدولة من جهات امنية وسيادية ورقابية ووزارة الثقافة والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومدينة الانتاج الاعلامي والاتحاد المصري للغرف السياحية والمجلس الاعلى للاثار قعدنا كلنا نستعرض المشاكل كانت اجتماعات مطولة تشرفت برئاستها وتوافقنا على التالي اولا المبدأ في التصوير هو الاتاحة الاتاحة بقدر الامكان وتسهيل اجراءات التصوير بقدر الامكان للمصريين والاجانب المقيمين والسائحين ليه؟ لان احنا عايزين نستصور لان كل ما التصوير هيزيد كل مع السوشال ميديا دلوقتي كل ده ما عمل ترويج وترويج مجاني فدكارت احنا لازم نستغله وبالعكس نحفزه ونشجعه وكافة الجهات في الدولة بصراحة تعاونت جدا واتفقنا على ما يلي بالنسبة للتصوير الاشخاص اللي عايز تصور في الشوارع سواء مصري او اجنابي عايش في مصر او سائح عربي او غير عربي وسائح اجنابي المبدأ هو صور اللي انت عايزه في الشوارع صور الوجهات بتاعت العمرات الجميلة صور الميادين صور النيل صور الشوارع اللي بتعبر عن طراز طراف مصر وحضرتها انزل صور في شارع المعز صور في المكان اللي انت عايزه احنا بس كل اللي قلنا له لو بعد اذن حضرتك لو هتصور هتستخدم معدات تصوير محترفة وهي انك عايز تعمل اضاءة زي اللي حضرتكم محطوطة هنا او امبريلة كبيرة او حتعوق هتقفل لي شارع عشان تصور احنا مش بنمنعك احنا موافقين بس ده تقدم له تصريح مسبق طالما انت بتصور عادي مفيش تصريح مسبق وما تدفعش جنيل حد طالما بتصور في الشوارع وفي الاماكن العامة فده القرار اللي احنا خدناه النهاردة وحيصدر بشأنه قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وانا اعتبر ان دي هتشجع كتير جدا من الناس تبرز جمال بلدنا انا عايز ناس يمشي في اسوان في الشوارع وتصور ويمشوا في القصر ويصوروا تخيل لو كل واحد من الاثناشر تلاتاشر مليون اللي بيجوا مصر صور وخط على السوشال ميديا بتاعته وبعت لاصحابه نعايز احسن من كده ادعاية ده احنا بندفع فلوس عشان نبعد صورنا نوديها برا فالقرار ده تاني وبأكد ما كانش في منع للتصوير لكن ما كانش في ضوابط اصلا فاحنا كده عملنا الضوابط لمنع اي لابس ممكن يحصل مع اي واحد مصري او اي ضيف طب اللي عايز صور بقى تصوير تجاري محترف لا ده بتروح بتقدم على التصريح اشترطنا كمان حاجة انك انت طالما التصوير ده الغرض منه تذكاري وسياحي وهو لو في مناظر مسيئة للاداب العامة او مسيئة للدولة المصرية لو انت عايز تصورها حتى دي بنقولكش لأ بس خد تصريح ايه مسبق لكن اللي من غير التصريح اللي احنا اتفقنا عليه الخطوط العريضة اللي احنا قلناها اما بقى فيما يخص عمل المراسلين الاجانب ووكالات الانباء الاجنبية والتصوير السينمائي والانتاج التلفزيوني كل ده حصل توجيه النهاردة بالبدء فورا في اعداد قانون ليه قانون عشان يبقى حاجة قوية وثابتة مستمرة بقى على طول ايه الهدف منها الهدف منها ان بيحصل تصوير كتير جدا خارج مصر وللأسف بعض الافلام اللي بتتكلم عن مصر ساعات بيتم تصويرها برا مصر فهنعمل قانون عشان نعمل تحفيز عشان نعمل شباك واحد وحنعمل شباك واحد انه ما يقدمش في مصر اصلا ده يقدم قبل ما ييجي من بلده لانه اللي عايز يعمل انتاج ده عبارة عن ايه ده واحد جاي يعمل لي دعاية وبيصور حاجات في بلدي وبيجيب ناس تعيش عندي 3-4 شهور وبيدخلوا عملة صعبة للبلد وبيروج للبلد طب لو الراجل ده حاب يصور اي مكان هيصوره هيقدم في حتة واحدة في شباك واحد هيدفع الفلوس مرة واحدة الشباك الواحد ده هياخد الفلوس وهو اللي هيجيب له من وراء بقى مع كل اجهزة الدولة كل التصريح الممكنة في خلال مدة زمنية معلنة وكلمة الاعلان دي ركز عليها دولة رئيس مجلس الوزراء النهاردة قال القرار اللي خدناه النهاردة بالنسبة للتوصير الشخصي لازم فورا يعلن بالانجليزي وبكل اللغات بر مصر يتعرض في المنافذ والمطارات المصرية على البوابات الالكترونية بطل من حضراتكو تنشروا الخبر عايزين هي حرية هي احدى الحريات السياحة المتعارفة عليها لكن احنا ما تخصناش السائحين احنا قلناها كمان للمصريين طب ليه بناعمل قانون للانتاج السينمائي الانتاج السينمائي كل جهة عندها تصريحها في القانون بتاعها عندها رسومها في القانون بتاعها عندها اجراءاتها في القانون بتاعها فالحل ان احنا عشان نسهل بقى على المنتج المصري او غير المصري هو ما يقولي اجراءات دي كلها هو بتعامل مع مين مع مصر يروح حتة واحدة في شباك واحد يتقلوا هات العشر مستناد دول وارجع علينا بعد اتنشر يوم قادي الموافقة ادفع العشر قروش والعشر دجور بقى هما ايه هيتوزعوا وراء وهدفنا كمان ان العشر قروش هنبص فيهم ان احنا عايزين نعمل ايه تحفيز عايزين نعمل تحفيز على قد ما نقدر يعني احنا مثلا في المجلس الاعلى الاثار خدنا قرار من حوالي ثلاث سنين ان احنا ندي تخفيضات للتصوير داخل الاماكن الاثارية المصرية يعني ايه لما انا شرفت بالوزارة كان التصوير بالساعة اللي عايز ييجي بيصور بيدفع مثلا عشر قروش في الساعة احنا عملناش بالساعة عملناها باليوم بحيث يبقى سهل يوعد براحته جم قالولي الانتاج الاجنبي ما بيجيش يوم بيجي يوعد اسبوعين شهر رحنا عاملين باقة لمدة تلاتين يوم الرقم هو رقم ضعيف جدا حضارك ممكن تدفع مية وخمسين الف جنيه كانتاج اجنبي او خمسين الف جنيه لو انت انتاج مصري وتصور في الشهر وتصور في كل المواقع الاثارية والمتاحف المفتوحة في جمهورية مصر العربية اثناء مواعيد العمل الرسمية يعني كده اليوم يقف تقريما للاجانب بخمس سلاف جنيه يصور النهاردة الهرم بكرة بوسمبل بعده الكارنك بعده قالعد قاعد باية في اسكندرية كل ده طب ليه بنعمل كده عشان نحفز الناس نتصور في مصر فاضل بقى الشق الإجرائي وتعدد الجهات اللي بتدي تصريح ورسوم حل مها كلها في شباك واحد وده عشان يحصل محتاج قانون بالنسبة للتصوير الايه التجاري ودولة الرئيس توجه ان يبدأ الاعداد فورا لهذا القن النهاردة كمان انا احطت مجلس الوزراء باهم الموضوعات التي تم عرضها في اللجنة الوزرية للسياحة حضراتكم عارفين ان السياحة هي صناعة متشابكة متشابكة مع النقل مع الصحة مع الري مع البيئة مع المحافظات مع الدخلية مع كل مع الوزارة الطيران مع المجلس الاعلى للأثار فمن حوالي سنتين فخامت رئيس الجمهورية وجه بانشاء لجنة الاول مرة اسمها اللجنة الوزرية للسياحة والأثار احنا عملنا القانون جديد للمنشآت الفندقية صدر في مارس الماضي بينص في القانون على ان تكون السياحة مسؤولية الحكومة المصرية كلها وليست وزارة السياحة والأثار فقط فخلت دولة رئيس مجلس الوزراء هو اللي بيترقص اللجنة الوزرية للسياحة اللي اجتمعت لأول مرة بتشكيلها الجديد وفقا للقانون أول أمس ايه المواضيع اللي احنا استعرضناها استعرضنا أعداد السائحين في العام المالي الماضي استعرضنا الأسواق المصدرة للسياحة استعرضنا تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على السياحة استعرضنا المقاصد السياحية للسائحين بيروحوها والأسواق البديلة والحمد لله الأعداد زي ما قلنا أعداد معقولة جدا والحمد لله رحيم في الاتجاه السليم فيما يخص الأعداد السياحية نتيجة الناس بتحترم مصر ومقاصدها السياحية أمن مصر جمال مصر والحمد لله إن كنت أكيد شفتوا في العيد الحمد لله كان عندنا أشقاء عرب كتير جدا وأجانب كتير جدا موجودين في شرم الشيخ وفي الغردقة فالحمد لله السياحة مشى كويس أحطناهم كمان بالحملة الترويجية إحنا الحمد لله تم اختيار شركة دولية كبرى لإسناد إليها حملة ترويج دولية لمصر حتستمر ثلاث سنوات وإحنا هنطلقها إن شاء الله في الرابع الأخير من هذا العام بنحاول دلوقتي مع الشركة إن إحنا نضغط إن إحنا نطلقها يوم 27 سبتمبر القادم ليه 27 سبتمبر القادم لأنه يوم السياحة العالمية أيوة ولكن لأنه مناسبة 200 سنة على نشأة علم المصريات 200 سنة على فك رموز حجر رشيد فإن شاء الله بإذن الله مستهدفين نطلق الحملة بإذن الله خلال شهرين من النهاردة اتكلمنا كمان على خطوط الطيران منخفض التكلفة الجديدة اللي بتقوم الآن وزارة الطيران المدني بعمل مجهود ضخم جدا عشان يكون تحت إيديها طيران منخفض التكلفة ده حيساعد في إيه حيساعد يجيب سائحين بأسعار أرخص من مقاصد جديدة وكمان علشان السياحة الداخلية حيضر يربط شرب الشيخ بالقصر مرسى عالم بالقاهرة العالمين بالقصر حنربط مصر كلها إن شاء الله استعرضنا كذلك كل المستجدات في العمل السياحي سواء التشريعات الجديدة استعرضنا كمان ملامح قانون جديد بنفكر فيه وهو قانون التعامل مع السائحين قانون يحمي السائحين ويضمن لهم المعاملة اللائقة عشان يرجعوا كلهم يقولوا روحوا مصر إحنا لقينا أحسن معاملة موجودة في مصر واستعرضنا كذلك التقرير اللي حنرفعه بإذن الله على فخامة رئيس الجمهورية في المجلس الأعلى للسياحة اللي بترأسه فخامة الرئيس عشان نستعرض عليه جهود الدولة المصرية في ملف السياحة بالتحديات اللي احنا واجهناها حنستعرضنا كذلك الدعم غير المسبوء اللي قدمته الحكومة المصرية لصناعة السياحة إن إحنا النهاردة مع فترة الكورونا نقفل تماما والحمد لله يوم يقول نفتح نفتح ونفتح كويس والفنادق الشغل كويس والوتوبسات الشغل كويس ده معناها التزام من القطاع السياحي معناها الدولة وقفت جنب القطاع لما قفل وده بشهادة المستثمرين الساحين نفسهم والعملين في المنشآت الفندقية يمكن أكتر حاجة بتبسطني لما أروح فندق وألاقي موظف بسيط جاي يقول لي أنا بشكركم أنه أنتوا قفتوا جنبنا الناس ما رفدتناش صناعة نفسهم وقفتنا جنبهم جات أزمة الروسية الأوكرانية وقفتنا جنبهم وعلى فكرة ويمكن إحنا الربع الأخير اللي فات في نهاية 21 عدد السياحة كانت تقريبا نفس العدد الربع الأخير من عام 2019 يعني إحنا الحمد لله كنا تعافينا بشكل كبير جدا لولا الأوميكرون ظهر ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وحالكم عارفين طبعا أن إحنا عندنا حاجة اسمها الأسواق الرئيسية أنا عندي سوقين من أهم ثلاثة روسيا وأوكرانيا لكن الحمد لله اشتغلنا بسرعة على أسواق بديلة والحمد لله الأعداد السياحية دلوقتي مطمئنة وإن شاء الله بإذن الله أتوقع مع مؤتمر المناخ اللي الحكومة بتستعدله بشكل قوي جدا إن شاء الله يعمل رواج سياحي لمصر المتحف المصري الكبير عندنا أصر محمد علي فشوبرا جاهز الافتتاح مدينة الثقافة وفيهم المتحف رائع في العاصمة الجديدة البنية التحتية اللي بتتم دلوقتي يمكن تقولولي إيه علاقة النقل جهود وزارة النقل والسياح لما النهاردة السياح بيروح دلوقتي من قراءة الأسواق في 13 ساعة بالقطر لما يتعملوا قط يروح في 5 ساعات هيروح ولا مش هيروح هيروح وهيبقى أسرع بكتير جدا لما النهاردة أعرف أربط له بشكل طريق عالمي بين الغرداء والأسر بين مرسى عالم والأسر بين أسوان وبو سنبل لما يبقى عندي طيران داخلة ما يبقى عندي طرق سريعة ما يبقى عندي قطارات كهربائية كل دي خدمات للسائحين السائح عايز إيه السائح عايز حملة تسويقية تقوله روح مصر الحمد لله خلاص تعقدنا عليها عايز طيران يجيبوا مصر والحمد لله إن شاء الله ممكن وزارة طيران مدينة أكدت في ربع الأخير الطيرات سيكون موجودة إن شاء الله عاوز يقضي تجربة حلوة في مصر تجربة حلوة يعني إيه يعني يعرف يتنقل بسهولة ويعرف ياخد كل الحريات السياحية بسهولة وكان نهاردة عشان كده الخبر بتاع السياحة تعالوا صوروا بلدنا احنا عايزينكم تصوروا بلدنا عشان توروا جمال بلدنا لصحابكم والأهلكم والعالم كل بشكر حضراتكم جدا اشتركوا في القناة